منذ قليل كنا نتحدث مع مرسلنا في القدس حول هذا المقترح الأمريكي الجديد لصفقة تبادل بين حركة حماس وإسرائيل برأيك ما الجديد الذي يمكن أن يحمله هذا المقترح الأمريكي وطالما أن الجانب الأمريكي اقترح ذلك فمن الطبيعي أن يصب في مصلحة إسرائيل في الدرجة الأولى ليس كذلك ولا يمكن لأي صفقة تتحدث عنها الولايات المتحدة إلا أن تكون تصب في صالح إسرائيل يعني الولايات المتحدة تنام وتصحو على موضوع الأسرى الموجودين في قطاع غزة ولا تفكر إلا في هذا الأمر حتى الفلسطيني الذي يقتل في قطاع غزة يحمل الجنسية الأمريكية ليس كثيرا تكترث به الإدارة الأمريكية كل ما تكترث فيه هم فقط الأمريكيون الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية حتى في جنسية الولايات المتحدة تفرق ما بين الفلسطيني والإسرائيلي بالتالي أي صفقة تفكر فيها الولايات المتحدة بالتأكيد ستكون 80-90% هي لصالح الاحتلال الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين هي فقط تريد الأسرى في قطاع غزة لا تفكر في الحالة الإنسانية وإذا فكرت تتحدث فقط فيها كما قال مراسلكم قبل قليل في وسائل الإعلام وعلاقات عامة وعملية تمويه وعملية تغطية واسعة وعملية تضليل واسعة تمارسها الولايات المتحدة اتجاه القضية الفلسطينية واتجاه الحقوق الفلسطينية أنت ممكن أن تستمع إلى تصريح في هذا اليوم عن الولايات المتحدة تتحدث فيه مثلا عن ممرات إنسانية وعن وعن ولكن لا تتخذ أي شيء له علاقة بموارسة هذه الحقوق الإنسانية تتحدث عن ممرات إنسانية وفي المقابل تتحدث عن ممرات هوائية وأرضية تنقل فيها السلاح لإسرائيل بالتالي بالتأكيد دائما موقف الولايات المتحدة منحاز بشكل كامل إلى الاحتلال الإسرائيلي حتى ما إذا جئت إلى مجلس الأمن لتتخذ أي قرار وكل العالم يصوت مع هذا القرار تجد اليد الأمريكية قد ارتفعت واتخذت حق النقد الفيتو ضد هذا القرار الذي يدين إسرائيل أو يحاول أن يحاسبها صباح اليوم استمعنا إلى حديث بأن الولايات المتحدة تريد أن تضع عقوبات على مستوطنتين في الضفة الغربية مع العلم أن المستوطنات كلها في الضفة الغربية غير قانونية وليست فقط مستوطنتين غير قانونيات أو عشوائيات وكأنها تتعامل مع أن هذه المستوطنة إذا كانت موجودة وفيها فقط 50-60 مستوطنية غير قانونية بينما التي بها 50 أو 30 ألف هي قانونية لا كل المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران عام 67 هي جميعها مستوطنات غير قانونية يعني ما في خيار فقوس في موضوع الاستيطان ويجب أن تزول هذه المستوطنات سيد منير فيما تعلق بهذا الموضوع الإدارة الأمريكية كانت قد أيضا قالت في وقت سابق أن توسع إسرائيل في بناء المستوطنات في الضفة الغربية هذا يتعارض مع القانون الدولي وكأن الولايات المتحدة الأمريكية تبدو كأنها حريصة على فعلا الالتزام بالقانون الدولي وعدم مخالفته ولكن فيما تعلق بالحرب الإسرائيلية على غزة هي تدرك تماما الولايات المتحدة الأمريكية بأن كل ما تقوم به إسرائيل من جرائم داخل قطاع غزة ومن إسرارها على هذه الحرب هذا أيضا يتعارض مع القانون الدولي وبالتالي نتحدث من جديد عن الازدواجية في الطعاطي ماذا تريد أن تقول بلاد المتحدة الأمريكية من خلال فرض هكذا عقوبات فقط فيما تعلق بالمستوطنات لا هي لم تفرض عقوبات حتى هذه اللحظة هي تتحدث في هذا الموضوع حديث عن إمكانية فرضها طبعا فهي وافقت أو أنت هي يعني هناك قرار في مجلس الأمن وهو آخر قرار تخذ بموضوع الاستيطان رقم 2-3-3-4 الولايات المتحدة أيام الرئيس أوباما يعني سمحت بتمريره وهو الآن اتخذ هذا القرار في مجلس الأمن ولم تعترض عليه الولايات المتحدة وأصبح نافذ وهذا القرار يتحدث عن وقف الاستيطان في الضفة الغربية إذا كان فعلا هناك اهتمام في قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن والقانون الدولي لتتفضل الولايات المتحدة وتوقف الاستيطان في كل الأراضي الفلسطينية أما بسبب قرب الانتخابات الأمريكية أصبحت إدارة الرئيس بايدن الآن يعني تتخذ إجراءات لها علاقة بالعلاقات العامة بمحاولة تكسب الأصوات المسلمين والعرب وهذه الأصوات هي مرتفعة وكبيرة في الولايات المتحدة ولها وزنها في التصويت بالتالي نحن ما نشاهده الآن هو عبارة عن علاقات عامة وعبارة عن تسويق للإدارة في أوساط الجاليات العربية والإسلامية أما فعليا هي بعد انتهاء الانتخابات إذا قدر لهم وعادوا إلى سدة الحكم لن تستمع لا إلى حل الدولتين ولا إلى إيقاف الاستيطان ولا إلى انتقاد الاستيطان ولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية ولا في حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بالتالي كل ما يتحدث عنه هو له علاقة بالانتخابات في موضوع قطاع غزة العالم جميعه أستاذ منير لو سمحت في قطاع غزة خارج المنطق أعذرني على المقاطعة فقط قبل الحديث عن موضوع غزة استكمالا لما كنت تقول وحضرتك أنه فيما يتعلق بفرض العقوبات على خلفية طبعا بناء هذه المستوطنات في الضفة الغربية أنه لا قرار أمريكيا حتى الآن ولكن فقط دعنا ننوي إلى هذا العجل الآن على شاشة الغد وزارة الخزانة الأمريكية تقول أنها فرضت عقوبات على موقعين استيطاظيين وثلاثة أفراد ولديك تعليق أستاذ منير يبدو أنه فعلا الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات وهذا ليس مجرد حديث يعني هذا الأمر جيد ولكن كما كنا في البداية ومرحف فيه بالمناسبة ونحن مع أن الولايات المتحدة تعود لتتخذ هذه القرارات وهي الوحيدة في العالم التي تستطيع أن توقف الاحتلال عن الاستيطان وعن ممارسة الجرائم في قطاع غزة هي الآن اتخذت هذا القرار بخصوص مستوطنتين عشوائيتين في داخل الضفة الغربية ولكن عندما نتحدث يعني قد تكون هذه الخطوة تأخذ الولايات المتحدة إلى خطوات أكبر ولكن أنت تعلم يا صديقي بأن داخل الحكومة الإسرائيلية هناك أشخاص متطرفين جدا وهم الذين يمارسون الإرهاب والاستيطان في الضفة الغربية ويمارسون العنف والتعذيب ضد الأسرى فلسطينيين في السجون وهو تحديدا بن قفير واسموتريتش لماذا لا يتم وضحهم على قوائم العقوبات والإرهاب إذا كانت أصلا يعني كما قلت الولايات المتحدة جادة أما بموضوع المستوطنتين العشوائيتين فأنا أؤكد يعني إذا كانت جادة يوجد مستوطنات فيها عداد كبيرة من مستوطنين وهي أيضا مقامة على أراضي الكدس الشرقية وفي الضفة الغربية وفي غور الأردن وأيضا في مناطق أخرى في حدودية يمكن لإسرائيل أيضا للولايات المتحدة أيضا آسف أن تقوم بفرض عقوبات عليها العقوبات فقط على ثلاث مستوطنين ومستوطنتين عشوائيتين على كل حال يعني موضوع جيد في الطريق الصحيح ولكن أيضا يجب أن يكون هناك قرار في كل الاستيطان وليس فقط في جزء منه لأن الاستيطان في الكدس الشرقية أيضا هو يعيق التواصل الجغرافي ما بين الدولة الفلسطينية التي تتحدث عنها الولايات المتحدة ويعيق التواصل الجغرافي ما بين الضفة الغربية والكدس وقطاع غزة بتالي الحالة الفلسطينية أو الأراضي الفلسطينية أو أراضي دولة فلسطين التي يتحدث عنها هي يجب أن تكون متواصلة جغرافيا كيف سوف تكون متواصلة جغرافيا ومستوطنة معالي أدومين موجودة وكيف سوف تكون متواصلة جغرافيا وأرائيل موجودة بالمناسبة مستوطنة أرائيل المقامة على أراضي الفلسطينيين في سلفيت يوجد فيها ما يقارب 40 ألف مستوطن وفيها أربع جامعات وفيها معاهد بالتالي هذه المستوطنات التي نبحث أن يتم إزالتها عن أراضينا لتتواصل الدولة الفلسطينية أما الحديث عن مستوطنتين عشوائيتين قد تكون أحدها مقامة على بلدة بيتها وهي بلدة التي يعيش فيها لا أعلم إذا كانت أحد هذه المستوطنات هي لأن هذه أقيمت حديثا ولكن يعني يجب أن يكون الموضوع له علاقة بكل الاستيطان وليس فقط في مستوطنتين عشوائيتين